ارجو من رئيس لجنة الحكام اللي بالمناسبة النهاردة رئيس لجنة الحكام مصمم خدوا بالحضراتكم من الكلام اللي انا حدر وكلام مهم رئيس لجنة الحكام البرتغالي بريرا مصمم على انه لن يستعين بحكام اجانب بداية من الموسم اللي جاي طيب هقول لحضراتكم ايه الموضوع ازاي او هو بيفكر ازاي بريرا وبالمناسبة هو اللي بيفكر في كده هو عايز انتوا جايبيني عشان اطور التحكيم طب تطور التحكيم ازاي عمي بريرا والسورتين دول قدامك حطوله السورتين دول يعرف الكابتن وليد عبد الرازق فوق بيعمل ايه وتحت بيعمل ايه مع اللاحمر بيعمل ايه ومع الوان اخرى بيعمل ايه بريرا خلي السورتين بريرا قال لهم في اتحاد كرة القدم انا مش عايز حكام اجانب بداية من الموسم اللي جاي ولو نقدر ما نجيبهمش الفترة اللي جاية يبقى افضل قالوا له هناك بند في لجنة او في ليحة المسابقات يتيح لاي فريق في الدوري ان هو قبل وقت معين يطلب حكام اجانب ويسدد الفلوس قال لهم حاولوا تلغوا الفقرة دي بالنسبة للحكام الاجانب بداية من الموسم اللي جاي او تصعبوها على قد ما تقدروا عشان انا مش عايز اجيب حكام اجانب فكرة رائعة وفكرة جيدة جدا ولكن بالمنظر اللي احنا شايفينه المسطرة مش واحدة عارف لو هنا كابتن وليد طلع وده عواد ورقم 29 من بروكسي انذار انا كنت هعمل ايه؟ كنت هاطلع الف ال استوديو واحدة سقف لكابتن وليد اقول له يا كابتن وليد احنا غلطانين فحضرتك ان انت لما جالك محمود متولي ادته انذار فاحنا كنا زعلانين لكن انا عشان عارف ان ده هيحصل تاني وثالث ورابع